هياك الله وقبل نبدأ الفيديو اليوم والتي تبيع على متجرك الإلكتروني خصيصاً هاليومين لأنه بداية سنة جديدة وشيته موجود فنتكلم عن البضايع الموسمية لكن قبل ندخل في الموضوع هذا كله أعطي 100 دولار أعطي 100 دولار لكي تساعدك إن شاء الله في التسويق كل اللي عليك لكي تشترك في هذه المسابقة البسيطة أنك تكتب بالتعليقات تحت كل اللي عليك تكتب التعليق اللي أنت بيه وما عليك إلا أنه بيجيك سحب على الفيديو الجاي الفيديو الجاي إن شاء الله بيكون بعد هاته أيام وبعد هاته أيام رح نعلن من الفائز بالمئة الدولار هذه قلنا عن المئة الدولار الحين وخلنا نتكلم في موضوعنا إذا تبيع على متجرك في كثير من الناس ما تدلوش تبيع على متجرها وما تدلوش تبيع تحت على المتجر الإلكتروني حقها لأشيك كده قلت خلال أسوي هذا الفيديو عشان أساعدك أختار لك خمس بضايع كي أحس أني متأكد إنها رح تنباء خصيصا خلال الأسبوعين الجاية إذا تبيت تبيع اليومين وتبيت تبيع شيء خلال هذا الأسبوعين كل اللي عليك أنك تتابع مع الفيديو خلينا نخش على الكمبيوتر ومن غير ما نضيع أي وقت موسيقى طيب وش تبيع متجرك الإلكتروني أعطيك خمس منتجات كل المنتجات هذه شتوية شتوية يعني ما تقدر تبيحها إلا خلال فترة تشيتها وبعد فترة تشيتها تقريبا بتروح تشوف لك شيء ثاني تمام الآن هذه اسمها شو دراير أو ما يسمى اللايك ريمك منشف الجزم أنا كنت واحد من الناس أعاني من هذه المشكلة لما كنت في أمريكا كنت أطلع بالمطر أرجع جزمتي اللايك ريمك مليانة موية وأحتاج أني أطلع وكذا وتصير بالعربي مهزلة كبيرة ميزتها هذه تشبكها على طول جزمتك وعلى طول تنشفها لك وتخليها جاهزة مجهزة هذا أول منتج تقدر تبيعها لكن لازم أنت تفهم شيء أنه هذا تقدر تستهدف فيه أمريكا وأوروبا يعني مون بس بس أمريكا تستهدف فيه الدول الأوروبية والدول الأمريكية إذا أنت ما تعرفوا شو الدروب شبينغ ولا ما تعرفوا شو علي إكسبرس في فيديو ثاني أشرح هنا في الدورة أو أشرح فيه في اليوتيوب وعن كيف تبدأ دروب شبينغ أو وش الدروب شبينغ فأرح تدور في اليوتيوب حقي ورح تلقى المواضيع اللي تعجبك طبعاً كيف تفتح هذا المتجر وكيف تفتح هذا المتجر وكيف تفتح هذا المتجر سنستخدم موقع ثاني اسمه شابوفاي دات كوم شابوفاي شو شكله هذا هو شابوفاي الشابوفاي هذا هو مجر إلكتروني ميزته إنه جداً سهل جداً سهل إنك تبدأ فيه وميزته الثانية طويل العمر إنه تقدر تربطه مع اليكسبرس بطريقة أوتوماتيكية بحيث إن كل الطلبات اللي تجي تروح ديريكتلي على اليكسبرس وترسلها للعميل حقك ثاني منتج أبي أبدأ تكلم فيه اللي هي ونزيز ونزيز هذه صارت مرة بابلر أو ترنت صار الحين عليها ترنت في أمريكا وفي أوروبا اللي هي زي ما يسمونها البجامات بس إنها قطعة واحدة كاملة فزي ما أنت شايف هي قطعة واحدة زي كذا لو تبين تابع عنه إياك باللاعظ إنه عدد الطلبات عليها جداً عالي لو نشوف مثلاً على هذه طالع 380 طلب هذا يدري إنه عليها طلب جداً عالي شف عشان تلقى أي منتج تبيعه على متجرك إلكتروني تأكد إنك شفت عدد الطلبات اللي هي يكون عالي ويكون عدد المراجعات عالي جداً يعني مثلاً زي ما أنت شايف هنا الطلبات عندي 3138 وعدد المراجعات 1315 وزي ما أنت شايف ماخذ خمس ستارز وزيادة تمام؟ فميزتها إنها ونزيز هذه ميزتها إنها جاهزة هزة بسك اللي عليك إنك تقوم بترسيلها وتشحنها للعميل طبعاً هذه ميزتها إنه فيها أكثر من قطع أو أكثر من مكان وشون تسحبها وتحطها على متجرك إلكتروني راح تفضل على الشابوفاي ورح شفت دورة حقتي اللي هي من خمسة أيام موجودة هنا على اليوتيوب أشرح لك بالتفصيل كيف تسحب هذا المنتج وتحطه على متجرك إلكتروني ثالث منتج بتكلم عنه اللي هو فليكسبل فون هولدر أنا بالبداية قلت أقول شلون الناس هقع تشتري هذا المنتج أنا ما شفت فايدتها القوية لكن لما شفت عدد الطلبات اللي عليه وعدد المراجعات شفت إنه هذا المنتج عليه طلب جداً عالي فكل اللي عليك يطويل العمر أنك تستخدمها وتبيعها طبعاً ليش هو بالشيتها زاد عليه الطلب أتوقع لأن الناس صارت أجلس في بيوتها ومعن تتحرك ومعن تطلع خصوصاً في دول الأوروبية ودول أمريكا الناس معن تطلع ومعن تتروح فجالسين قاعدين في بيوتهم فيبغي يحط الفون حقه يتابع نتفلكس ولا يشوف اللي يبغى فهذا الثاني منتج ممكن بتكلم عنه طبعاً يا جماعة كل المنتجات اللي تكلمت عنها في هذا الفيديو رح تلقونها في الدسكريبشن تحت أو تلقونها في تفاصيل الفيديو حقه هذي رابع منتج بتكلم عنه هو الهيتد وارمر أو ما يسمونها في ناس كثيرة تبرد رجولها فهذا ميزة أن يحط الرجولة في هذه الباد أو ما يسمونها المهم أنه تحط رجولك هنا وتدفيها لك طبعاً تجي تسألني من اللي يبيه هذا شيء يمكن عندنا في السعودية يحقي المخيمات وما حقي المخيمات يروحون يدورون عليها لكن فيه يضوي للعمر فيه حالات مرضية مثل المرضى السكري يجيهم أو يسمونها تبرد الرجلة طبعاً شون تبرد الرجلة تبرد الرجلة لأنه لما ينخفض عند السكر وليل يرتفع يبدأ يبرد بشكل مرة كبير حلو؟ فتقدر تسوقها لهذول الناس تقدر تسوقها الديريكتلي لهذول الناس أنا بيني وبينكم رح تكتبت بالإنترنت أنه وش الحالات اللي تبرد فيها رجولك حلو؟ فطلعت لي أكثر من حالة مرضية فتقدر تسوقها للناس بالحالات المرضية هذه آخر شيء بتتكلم عنه واللي هو طبعاً ما ندخل في الوينتر مالوينتر لكن هذا المنتج زاد عليه طلبات زادت عليه طلبات عنده 2134 طلب 426 مراجعة له طبعاً هذا المنتج أتوقع أنه مرغوب في أي مكان في العالم سواء في السعودية أو غيرها ميزة كلنا نفتح البيبان ولما نفتح البيبان رح أن نصقع سيارات الناس الثانية فهذا ميزة أنه تروح تحطه على الباب حقك بمجرد أنك تحطه على الباب حقك كلما نصقعت أحد لا تخاف نصقع الناس زي ما تبي ما رح تحك سياراتهم ما رح تزعلون عليه كثير رجعون على السيارة أقول لك يا أخي حسبي الله عليه هذا حق باب سيارتي العموم لا تنسون عندنا سحب على مئة دولار لا تنسى أنك تكتب بالكومنت تحت ولا تكتب بالتعليقات تحت أي شيء تبي تكتبه سواء سؤال أو غيرها أنا بالعادة أرد على أول ثلاث ساعات من أي فيديو أحطه أونلاين فأول ثلاث ساعات رح أكون موجود ورح أجاوب على جميع الأسئلة فأتأكد أنك تكتب بالكومنت وإذا تبي المئة دولار لا تنسى أنك تكتب بالكومنت حقك رح نسوي السحب إن شاء الله بعد ثلاث أيام من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر